السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحاشتوني كتير من الفيديو اللي فات عندنا قرده حلوة اوي تبا معي الفيديو الاخر ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله بداية كده عايز اقول لكم في حاجات يا مقوي حصلت النهاردة هحكيها لكم وانا شغالة بس قبل اي حاجة تعالوا نشوف انا بعملي حطت كده الاول بصلايا ضربتها في الكبة وبعدين نزلت عليها بنص كيلو من اللحمة المفرومة وان نزلت عليها بشوية من الفلفل اسود وشوية من الملح وربع معلقة من البكنج بودر وحطيت كمان ايه آآ رشة من جسط الطيب جسط الطيب دي لو انت حب تمام يبقى هي دي التوابل بتاعتي هنعمل الكفتة بطريقة سهلة جدا وبسيطة اهم حاجة في الكفتة اللي هي تبقى فيها نسبة دهون انا عايز اقول لكم اللي انا فاعمة مع الكفتة دي ايه قطعة من اللي او ما عندي كيش لية ممكن تحطي معي تحطي يعني ما هلاقي تسامنة بلدي صغيرة ده لو ما عندي كيش لية وكمان اللحمة مش ملبسة لكن لو اللحمة ملبسة او تخلي الجزار يفاعملك معها ايه حتة من الدوش يعني اي حاجة من التلاتة بس يعني احلى حاجة بتديها طعم حلو جدا اللي بعد كده عجنتها كويس قوي واهم حاجة في الكفتة اللي انت تعجينيها تعجينيها بقى بزمة يعني اكا انك بتتعامل معيها ان هي عجين قدامي بعد كده بقى حشكلها كده على السير بتاعي كده وايه وحنبدأ نشوف حنعمل ايه تاني ده اول حاجة حنبدأ بيه اللي هي ايه الكفتة تعالوا بقى اقول لكم حصل ايه النهار ده بصون ايه ده جالي تليفونات تيامة جدا طبعا انا مبايح كنت منزلة فيديو واي للكم اي حد حيطلب لمدة اسبوع اللي ايه عيطلب اي اردر حبعد معين اردر ايه اه جوز حمام تمام عايز اقول لكم والله بجد جالي تليفونات يعني وكل اول سؤال بيتسألني هو بجد انت تبعتي الحمام يا لدي دي دي بجد ولا ايه يا جماعة انا عمي ما حاطلع اقول كلمة مش هعملها يعني ده اولا ده مش طبعي عمتا يعني في على المستوى الشخصي يعني مش طيبا قلت حاجة بقى ان شاء الله هعملها بامر اللي تاني حاجة يعني عايز اقول لكم ده اقل حاجة اصلا اللي انا قدر يعمله فا يعني وبنجدد العايدة تاني وكل يوم لغاية لما الاسبوع يخلص بامر اللي هقول لكم وافكركم عشان لو ما فيش حد يشاه في اي فيديو يشوفوا ويبقى انا كده ايه وحسول لكم كمان اللي القردر بيت او الحمام بيتسلم مع القردر تمام وزي ما قلت انبارا هو مش يعني مش بلمت معين مش حتى لمت معين علشان اطلع الجزء الحمام ده لأ خالص اي حد عايز لو حاجة واحدة فاعملني تعالوا بقى خلاص بقى كفاية الكلام في الموضوع ده وتعالوا نشوف هعمل تقي تاني معايا هنا بقى شريح انتركوت عايز اقول لكم شريح اللحمة الانتركوت ايه تفرح كده ما شاء الله احنا هنشويها بقى اللحمة دي فعنعملها تدبيلة بسيطة طبعا بصل وطماطم وفلفل ضربتهم في الكبة وبعدين صفتهم عليهم بقى شوية زيت يعني فين جال كده من الزيت او ربع كبية من الزيت وربع كبية من الخلق وملح وفلفل وشوية من السكر وشوية من جوست الثيب دي كل المكونات اللحمة المشوية تعالوا بقى نشوف التدبيلة التالتة معينا وحنا هنعمل ايه الفراخ الكنتاجي حطت لتر من الحليب واحط عليهم آآ نقول نص كبية من الخلق التدبيلة دي يعني بتحتاج تمية خل كتير حطي كنص كبية من الخلق وشوية ملح وشوية فلفل اسود وهجيب بقى كم قرن فلفل سبايسي كده هقطحهم زي ما انتو شايفين ممكن انت تدربيهم لو عايزها سبايسي قوي يعني تدربيهم بالهند بلندر بس هو ايه انا لو عملت كده مش هتتاكل من كتر ما الفلفل اللي عندي سبايسي جدا فالمهم بقى حابدى انزل بالتوابل التوابل ملح وفلفل اسود وشوية من وشوية بقى من بهرات الفراخ يعني من كل حاجة معلقة كده بهرات الفراخ وكمان حطيت جنزبيل وحطيت كمان آآ كاري وكركم التوابل اللي انت بتحبيها بس اهم حاجة في التدبيلة دي حطي نص معلقة من مائة الدجاج هتفرق معاكي جامد او مائة الدجاج البودر طبعا لقيت التدبيلة نقصة شوية قمت بزودها شوية لبن عايز اقول لكم الفراخ اللي انا باستخدمها بقى لها فراخ بلدي مزاري عليها الحمرة بنقول عليها الحمرة دي طبعا انا بخسلها كويس جدا وبشيل الجلد بسلوخها من الجلد وبعدين بقى ايه بقطع الوركة على مسلا تلاتة الدبوس الواحد والا وبقيت الوركة على تنين والصدر هكذا وفي نفس الوقت بقى بقى بعمل فيها فتحات علشان تبقى ايه يعني بعملها فتحات كده بالا يعني بصوا بشرحها بمعنى اصح اللي هي تبقى كلها فتحات علشان ايه تستبع وتتبل كويس معي. تمام? دخلتها التلاجة بقى وتعالوا نشوف هنا عملت ايه? طبعا خلطة المحشي انا مش هقول لكم اللي انا عملتها حتى هي جيت المقطع ده غلط. يعني انا ايه? مش هقول لكم انا عملت خلطة المحش. هي يا جماعة الحالة دي اول لما تشروفوها عرفوا اللي دي خلطة المحشي. هنا بقى سألق سلقت مكارونا معش وبعدين بعد ما تسلقت قمت حط عليها معلقة زبدة كده او سمنة وقلبتها وتعالوا بقى نعمل ايه? بقيت الايه الوصف. عايز اقول لكم ده اردرين بس كان فيه اردر متسلم قبل يعني واحد متسلم بدر واحد متسلمت اخر. فبقيت بشتغل في اللي هو عيتسلم بدر ده بسرعة. حتشوفو معي دلوقتي. المهمة جبت بقى حلة تانية وحطت فيها بقى تلات معالق سمنة وتلات معالق دقيق وهسيبهم كده يتكتكوا مع بعض. وحنزل باللبن بعد ما يتكتكوا. انا بحط على لصانية يعني اتنين كيلو اتنين كيلو اللي ربع على حسب. وبعد كده هتبل بقى البشامل بتاعي بشوية ملح وشوية فلفل اسود ولو عايزة تحطي بس تطير ما فيش مشكلة. بس كده. طول ما هو على النوع بقى انا بضيبه بالايه بالمضيب كده علشان ما يكلكعش مني. طب بنفد اللي هو كلكع لقدة يلا هو. بالهند بلندر. دلوقتي بصوا الاجهزة سهيلة كل حاجة. بالهند بلندر يعني يخليه كريمي وتحفى. انا حتى لو مش بيكلكع ساعات بحب تديره دايبة كده بالهند بلندر. تحالوا بقى هنا نبدأ ايه ندخل الكفتة جبت الصينية بتاعتي وعايز اقول لكم بحط في الصينية كباتين مية. علشان طبعا الكفتة بيبقى فيها نسبة دهون. فلو نزلت كده في الصينية هتحقها وحتبوزها. فبتنزل بقى على المية اللي في الصينية فمش بتبوز الصينية ولا حاجة. دخلتها بقى الفرن وحنبدأ نعمل بقى ايه الحشوة بتاعت الصينية النجرسكو. حطت معلقة ثمنة على شوية زيت. وطبعا كنت مقطع الفراخ البني كده شريح زي ما انتم شايفين وغسلها. وحب ده انزل عليها بملح وفلفل اسود ورشة من ايه بهارات الفراخ. جالي سؤال. لما انا قلت انا بجيب البهارات الفراخ من يعني من السعودية او من اي يعني من برية. طب لو ما عندي كيش بص يا جماعة. انا ساعة التوابل بتخلص من عندي فعلا انا او بحدي بيبعتلي كمية. بس ساعة بتخلص من عندي. بتصرف بتعامل هنا. هتلاقي مسلا ايه مش شرط تلاقي بوهارات فراخ. كويسة مسلا زي اللي بتبقى بره. انتي بعملي ايه? احسن حاجة في الفراخ في تدبيلات الفراخ. روز ماري والزعتر الفرش. عايز اقول لكم دول بيودوا الفراخ في حتة تانية. وموجود في كل حتة في اي سوبر ماركت كبير. يعني ده بيبقى زرع يعني موجود في اي سوبر ماركت. انا بجيبه وبحطه في التلاجة. وده هيغنيكي عن حاجات يامية. بس اهم حاجة يكون فرش مش اللي هو الايه المجفف. تمام? هنا بقى شويت اللحمة طبعا بالطريقة العادية. حطيت حبة زيت وبعدين نزلت بشريح اللحمة. اخدت صدمة عالجنبين. هي استود. وكانت الكفتة طبعا برضو ايه اتشوت في الفرد. طلعتها وكنت مشغلة فحمة وبصتو. حيتي يعني وغطيتها بقى بالغطى بتاع الشوية. غطيتها بقى بالغطى بقيت بصة عملت بها كمية آآ يعني بخور اللي هو الفحم ده واكي انها مشوية عالفحم يعني مفياش كلام. ورصيت بقى الحاجة اللي هي الكفتة واللحمة. اني دول كان حيطلعوا زي ما قلتلكم بدري. وايه? ودول اتسلموا. بس حوريكم بقى الشكل النهائي في الايه. تعالوا بقى نكمل بقية الاوردر. وهو ايه صنيت المكارونة الايه? انجرس. وبعد بقى لما الفراخ اخدت اللون الدهبي وتشوحت كده ولو نزلت ميا شربتها. انا عايزة الفراخت بقى يعني متحمرة كده. لها لون مش بيضة. هاجيب بقى حوالي نقوم نص كيلو من البصل كده هقطعه جوانح ولو عايزة بتحطي بقى آآ اي خضايا عندك حطي. انا ما بحطش غير بصل وفلفل. وما بفضلش احط زتون لان بيحدق بيحدقها بيخلي اللي بصف حد الحشوة حدقة. فانا بحب احط بصل وفلفل بس. وما بحطش طماطق. ممكن بعد حطي مشروم تحطي اي حاجة انت بتحبيها. هقطع بقى فلفل سبايسي وفلفل رومي عادي وحديها تشويحة كده مع بعض. وبعد كده خلاص. يبقى انا سلقت الماكارونا وعملت البشاميل وعملت ايه حشوة الفراخ. تعالوا بقى نطبق صنية الماكارونا بالطريقة العادية. عايزة اقول لكم جالي كمية تعليقات بجد باشكركم على التعليقات اللي جات لي. انا قريتها كلها مبارح بس والله آآ يعني ما لحقتش هرود لاني لسه مخلصة واكيد يعني هارد عليكم كلكم يعني. بس بجد بشكركم على تعليقاتكم. بجد كلكم ناس. يعني يسه قريت تعليق من شوية. اللي حد عايش بره برضو. متابعة عايشة بره بتقول لي انا اولا هتجرب طريقة اللحمة. ليه ايه? الورقة اللحمة. بطريقتي وحب تعمل ايه تاني يا ربي. استنوا انا عرف تكر التعليق. او بص بقى انا قريت لوكو التعليق. اول حاجة بتقول لي اولا تسلم ايدك. ثانيا حاجرة بطريقة الورقة اللحمة بطريقتك. سالسا الفكرة بتاعت الا اي حد حياخد قردر حياخد عليه الجوز الحميم. بتقول لي الفكرة دي تجنن جدا. بتقول لي بعد كده رابعة بس في مشكلة. المشكلة بقى ايه? اللي هي مش في مصر. وهي عايزة الحميم. تعمل ايه بقى? يعني انا والله مش عارف ايه. عايز اقول لكم ناس من القاهرة برضو كاتبلي. اللي هما للاسف اللي انت في اسكندرا وانا في القاهرة. طب احنا عايتيني الحميم نعملين. طب والله انا لو طول اللي انا روح لو واحد واحد وهديله الجوز الحميم حتى من غير ما يطلب قردر والله معتاخر. يعني بجد والله انا مش عايزة بقى ايه? بس ادعو اللي بقى انا اللي اللي الف عليكم كلكم او انا اللي بقى افتح فرا في كل حتة. واكيد يعني مش هوزح حمام بس هوزح حاجات كتير يعني. المهم تعالوا بقى ايه نشوف اااا بعد اما عملت صنيت المكرونه بالطريقة العادية خالص تعالوا بقى نقل لإيه اخر حاجة لكي نتيقي. طبعا انا اخدتها من التدبيل حطتها فيالديل. ديق بقى انا همتبله بقيه. بنفس التوابل اللى انا بحطها ديق جوة تدبيلها. ابهرت في ريخ جنسبيل ملح وفلفل اسود. وحطت كياري وكركم. وحطت كمان كيس من اللي Signal فيجيتور دوت بردو بيدي له طعم حلو اوي. وحبدأ بقى اخدها من التدبيلة حطها في دي المتبل دوت وبعدين هنفضها كويس ويرجحها في ايه? يا اما عندك اختيارين يا اما تحطيها في التدبيلة تاني تصف التدبيلة زي وتحطيها تاني يا اما تحطيها في مية بتلك يا اما تعملي شوية لبن وتحط عليه نفس التوابل وتعمليها كده. التلاتة حيمشوا معيكم. انا بقى بفضل ايه? انا بعملها بشوية لبن واعمل التوابل تاني. واحط التوابل في اللبن وبعدين ايه? بغطسها في اللبن. بحس اللبن كمان بيخليها من جوة يعني طرية كده وفي النفس الوقت من باية بتبقى كيز بكده وجميلة. وبعد كده حطتها في الزيق تاني وزيت بقى سخن يعني سخن بيغلي. حنزل بقى بيها كده زي ما انتم شايفين. اول يعني دقيقة عالجنب ده ودقيقة عالجنب ده هم حاجة تقلبيها. علشان اول ما بتحطيها على جنب اه لو الدم بيمسك جواها فاهمني. فهتلاقيه بقى لو الجنب التاني ما وصلوش السخنية في نفس الوقت هتلاقيه الجنب التاني هو اللي فيه دم. فلازم تقيق على الجنب ده ودقيق على الجنب ده اللي انت تحبسي السوايل اللي جواها او الدم اللي جواها. وبعد كده ايه بقى تهدي تخلي النور متوسطة مش هدي. بصوا بقى لون هعمل ازاي? فضيعة. طبعا انا قلتها كلها بنفس الطريقة. وطلعتها على مصفة عشان انا عارفة اللي انا الفيديوهات بتاعتي بتبقى طويلة وبتزهقوا يعني. فمع ليش شوف. كمان الفيديوهات بتاعتي بتنزل متأخر. يعني انا عارفة اللي انا مضايقكم. بس والله غزبا عني. عبر لما بمنتج الفيديو بخلصه. وعبر لما بطلع من المطبخ اللي انا امسك التليفون اعرف امسك التليفون ومنتج. ببقى فعلا الوقت اتأخر. هتقولولي اعملي قبليها بيوم. فعلا مفيش وقت. فدعوة حلوة منكم. هنا بقى الوردر اللي بتسلم ده تسلم الساعة اتناشر ونص الدهر. انتو بقى متخيلين كنت بعمل ازاي? وده بعدي بساعتين. تسلم الساعة اتنين ونص. بس اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم. ولو وصلتم معي لغاية تانا ما تنسونيش بلايك واشتاكل القناة. وتاني بقى اي حد حيطلب اردر حيروح مع الوردر جوز حمام. آآ مش هدية. لأ طبعا انتو مقامكم اكبر من كده بكتير. واشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله بقيتو.